هي واحدة من المشاريع التي رافعها من أجلها طويلاً الرئيس الأمريكي جو بايدن أيام حملته الانتخابية قبل أن تفرج الخارجية الأمريكية اليوم عن قائمة بمائة وعشر دول مدعوة للمشاركة في قمة بايدن حول الديمقراطية يومي التاسع والعشر ديسمبر الداخل. قمة وإن كان تغييب الصين عنها أمراً متوقعاً نظراً لما تمر به العلاقات بين بيكين وواشنطن من توطر متصاعد إلا أن ما لم يكن متوقعاً هو توجيه الدعوة لطايوان التي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها. الصين تعارض بشدة دعوة الولايات المتحدة الأمريكية السلطات الطايوانية للمشاركة فيما يسمى قمة من أجل الديمقراطية. طايوان ليس لها مكانة أخرى في القانون الدولي غير مكانتها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الصين. مغيب آخر من القمة لم يختلف موقفه كثيراً عن موقف الصين. روسيا قالت على لسان المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن قمة بايدن ليست إلا محاولة أمريكية جديدة لتصنيف الدول وفق المنظور الأمريكي. الولايات المتحدة تفضل في الوقت الراهن أن تنشئ خطوط تقسيم جديدة وتقسم البلدان إلى جيدة من وجهة نظرهم وسيئة في نظرهم أيضاً. ويتحاول خصخصة كلمة الديمقراطية أي أن الديمقراطية من وجهة نظرهم هي فقط ما يتوافق مع فهم واشنطن. الحلفاء التقليديون لواشنطن في الشرق الأوسط تجاهلتهم أيضاً قمة الديمقراطية واكتفت الخارجية الأمريكية بالعراق ممثلاً وحيداً للعرب. كما خلت القائمة من تركيا حليف واشنطن في الناتو فيما ستكون إفريقيا ممثلة بكل من جنوب إفريقيا جمهورية الكونغو الديمقراطية نيجيريا والنيجر.